موسيقى هكذا تقدروا كامل تفهموا إن شاء الله وكلا عدم تنسوش الضغط على زل الاشتراك ومتابعة القناة ويلا نبدأوا مع بعض Let's dive in What do we mean by conditional or conditional sentences يعني واسم نقصده بconditional وconditional sentences بكل بساطة كنت ترجمهم لللغة العربية conditional هي الشرط وconditional sentences تعني الجمل الشرطية في اللغة العربية في الجمل الشرطية نستخدموه الآدات إيدا وفي اللغة الإنجليزية كذلك عدنا آدات رحين نستخدموها وراحين نشوفوها الآن يعني في الجمل الشرطية في اللغة الإنجليزية نستخدموه هذه الآدات يعني الجمل الشرطية رح تكون تتكون من جزئين كما راكم تلاحظو في الأسفل الجزء الأول اللي يكون تابع للإف هذك الجزء نسميه بكل بساطة if clause ولا conditional clause بالعربية هي جملة الشرط والجزء الثاني the second one we call it the main clause بالعربية جواب الشرط وهذه هم الأجزاء اللي تكون منهم الجملة الشرطية في اللغة الإنجليزية we have four types عدنا ربعتها الأنواع type zero type one type two and type three كل واحد فيهم يتبع قاعدة محددة انتوما فقط رحين تشوفوا اللي رابلون مغير type one هذا هو اللي رح تشوفوه هاد السان يلا نشوفو كيفاش نستخدموه والقاعدة التاعه ونشوفوه بعض الأمثيلة هكذا نفهموه مليح we use type one to speak about a possible condition and its probable result يعني نستعمله باش نحكيه على شرط اللي ربما رح حققناه وحد النتيجة لكن هاد النتيجة ما تكونش حتمية أي بالك تسرى بالك ما تسراش وهو كذلك يتبع قاعدة محددة أولا نبدأ بif الجزء الأول the verb يكون in the present simple والجزء الثاني the verb يكون in the future simple أو رايحين نبدأ بالجزء الأول ونديروا للverb in the future simple ما راح if والverb في الجزء الثاني يكون in the present simple إذا لازمكم تعقلوا باليف type one الفعل اللي يكون يتمشى مع if لازم يكون in the present simple والفعل تعالجزء الثاني اللي ما يكونش لسق مع if يكون in the future simple هادوهو مادة التنسز لنستعملوهم in type one وتبعوا معي الأمثلة تفهموا كيفاش نطبقوا القواعد هادو the first one if you take the first bus you will be there on time إذا أخذت الحافلة الأولى ستصل هناك في الوقت إذن الفعل الأول to take erase conjugated in the present simple راح في الزمن المضارع البسيط والفعل الثاني to be erase conjugated in the future simple راح في المستقبل هنعلش ستعملنا type one لأنه النتيجة ماشية حتمية قادر تركف في البيوت الأول بسح ما تكونش تما في الوقت قادر تتأخر هنا كذلك استعملنا القاعدة الثانية the first verb to be is in the future simple and the second verb is in the present simple the negative form of the present simple هنا كذلك استعملنا type one لأنه النتيجة غير حتمية قادر ما نغادروش الآن لكن ما نوصلوش متأخرين وهذا كان كل ما يتعلق type one ننتقلو الآن لحل التمرين هاد التمرين باسط في زوج تعالجومل فقط غير باش نطبقوا القاعدة اللي شفناها بس عقبل ما نحلوه يلا هنذكركم بالقواعد نتاع the present simple و the future simple باش تتفكروهم ممليح the present simple هو الزامن أو التصرف اللو اللي قلته في اللغة الإنجليزية كيفاش نستخدموه كيكون عندكم واحد من the following pronouns يعني واحد من الفواعي المواليين هنتخلو الفعل كما هو تكتبوه without a to لمكتوبة قبلها أما إلا كان عندكم the pronoun هي شي ولا it الفرب هنا تزيدولها s وفي بعض الأحيان تزيدولها us وهذه القاعدة نتاع الزامن المدارع الباسط يعني تطبقوها على أي فعل يمدوه لكم في أي جملة the future simple هو كذلك واحد من الأزمين السهلين أي فاعل يكون عندكم تزيدوا له will وتحطوا موراها the stamp يعني الفعل without a to لمكتوبة قبلها يعني تحطوا الفاعل تزيدوا will وتحطوا الفعل كما هو تنحيو هذي كتول لمكتوبة قبلها فقط وهذه القاعدة تعدى future simple إذا شفنا القواعد تعدى الأزمين اللي نحتاجوهم في هاد conditional type 1 يالله نحلو التمريل اللي راعدنا في الأعلى مع بعض sentence 1 if I to find your ring I to give it back to you الحاجة اللي لولا قلنا باللي الفعل ليكون مع if ليكون يتمشى مع if مباشرة نحطوه in the present simple وهنا راعدنا the pronoun I يعني الفاعل هو I أنا كي يكون عندكم I ما يكونش كين صغير تحطوه الفعل كما هو نحيو فقط هذي كتول اللي معاه وترجع عنا الجملة هذي if I find your ring الجزء الثاني قلنا باللي الفعل نحطوه in the future simple يعني نحط ديرو will ونزيدو ما راح دستام أي الفعل بدون to so the verb to give in the future simple ترجع عنا I will give it back to you وهكذا تصبح الجملة كاملة if I find your ring I will give it back to you المثال الآخر ما راحش يبدأنا بif if راعدنا في الوسط إذن واسم نديرو راح نبدأ with the future simple the verb to stay the future simple تعاه will stay إذن she will stay in London the second part يعني الفعل تعال الجزء الثاني رايح نخطوه in the present simple وعدنا هنا the pronoun she يعني الفاعل she هي واسم قلنا نديرو معاه نزيدو في هاد الحالة as لهاد الفعل وترجع عنا if she gets the job وهكذا الجملة كاملة تكون she will stay in London if she gets the job وكان هذا هو كل التمر اللي راعدنا اليوم في الآخر نتمنى أني نكون سهلت هاد الدرس عليكم وقدرتوا تفهموا القاعدة انتاعة وكيفش تستخدموه ما بقى ليل الآن غير نقول لكم انطلقوا في درس مقبل بحول الله thank you guys for watching and see you next time goodbye